نيابة عن حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعاه حضر معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حفلة اليوبيال الذهبية الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية تحت شعار خمسون عاما تميز وعطاء وذلك في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض ونقل معالي إلى رئيسي وأعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية وكافة المهندسين تحيات جلالته واعتزازه أيده الله بجهودهم ودورهم الفاعل في البناء والتنمية مؤكدا أن الرعاية الملكية السامية تعكس ما يليه جلالته من اهتمام بهذا القطع الحيوي والتقدير الرفيع ونوهم علي بالجهود التي تبدلها الجمعيات المهنية المتخصصة التي يرسخ تواجدها دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله للعمل التطوعي ولمنظمات المجتمع المدني وهنأ معالي رئيس وعضاء جمعية المهندسين البحرينية بهذه الاحتفالية التي تبرز مكانة المهندس البحريني مستذكرا في الوقت نفسه عطاءات مؤسسيها والرؤساء الذين تعاقبوا عليها كما أثنى معالي على دور جمعية المهندسين البحرينية في تشجيع الشباب للانخراط في هذا القطع وتعزيز قدرات ومهارات المستجدين منهم لإدماجهم وتأهيلهم في سوق العمل وشهد الحفل تكريم الفائزين بجائزة الجمعية وجائزة تصميم النصب التذكري وتكريم المؤسسين والرؤساء السابقين والشخصيات والجهات الداعمة والوزارات والجهات الحكومية وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبية الجمعية كما افتتح معاليها المعرض المصاحب للاحتفالية بعنوان عقود مضيئة والذي يستمر حتى السابع عشر من مارس الجاري بعشرين مهندسا وضع حجر الأساس لجماية المهندسين البحرينية في عام 1972 لتبدأ قصة الخمسون عاما بطاقات وحماس سهم في بناء وتطور مملكة البحرين وتحقيق أهدافها جمعية المهندسين البحرينية كان لها دور تنموي كبير في شتى المجالات الهندسية ولعبت دورا هاما في تنظيم العمل الهندسي في المملكة من خلال خبرات تركمت وقامات مرت وأنجزت في هذه الجمعية العريقة التي تعمل منذ أول يوم لها من أجل رفعتي ونهضة الوطن ما في شك أن المهندسين في مملكة البحرين قدموا الكثير فمشاريع لا تعد ولا تحصى من الثلاثينيات وطالع واليوم هذه احتفال بمور خمسين سنة على تأسيس هذه الجمعية يعكس أيضا وعي شعب البحرين وأهل البحرين وأحب أبارك لجميع شعب البحرين وهذه المناسبة لأنها لهمية دور المهندس في التنمية وإن شاء الله نطلع الآن للمزيد للمشاركات وكذلك مشاركات أكثر من الشباب المهندسين قطاع الهندس يتطور كثير بوجود الجمعية كان لدور كبير لتطوير المهندسين وعملهم القيام بها المشاريع الضخمة الآن كلها بأيدي مهندسين بحرينيين وهم عضاء في الجمعية نشهد وجود كثيف للمهندسين من البحرين من دول الخليج والمنطقة العربية أيضا هذا الوجود أعطى زخم ودافع كبير للمهندسين لهذه الاحتفالية الجميع يشكر الجميع يثني على دور المهندسين بصمة وضحة للجمعية في أرجاء مملكة البحرين بدأت بإبداع وتستمر بعطاء الأجيال المتشبعين بنطج الخمسين عاما والمنطلقين بكل شغف مع الخطط المستقبلية مستقبل الجمعية هو مستقبل كل مهندس ومهندسة وطبعا تساهم الجمعية في رفع أساسات مهنة الهندسة ورفع الصورة الذاتية للمهندس وبالتالي يكون المهندس في صورة أفضل في سوق العمل هذه الاحتفالية تبين لنا جهود سنوات دراستنا التي طافت في خدمة الوطن وإن شاء الله بنستمر بالمزيد ونحن اليوم كمهندسين فخورين أن هناك جمعية تقيم لنا احتفالية وفخورين كذلك بمرور خمسين عام على إنشاء هذه الجمعية محطات عدة مرت عليها الجمعية للوصول إلى اليوبيل الذهبي فبدأت محليا وانطلقت خليجيا وعربيا وعالميا لتبرهن كفاءة الكوادر الوطنية في كافة القطاعات الهندسية خمسون عاما من التألق في المجال الهندسي سطرها كتاب هذا المجال الذي يبرز لنا في كل عام مبدعين جدد يعملون لأجل رفعة هذا الوطن شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين